ولكن دايما النادي الأهلي دايما خلي بالكم مساندين للحكم المصري ودايما بنشيد بالحكم المصري وسبورت ليه بشكل كبير جدا لكن بيجي بقت من الوقات أكيد مجلس الإدارة بيتدخل لحقوق النادي وحفظ حقوق النادي في المبريات وزي ما حضراتكم عارفين كان طبعا كان فيه طلب أو فيه بيان لاتحاد الكورة من قبل النادي الأهلي ومجلس إدارته بتعيين حكام أجانب ومش حكام أجانب بس لكن لازم يكون طاقم التحكيم من حكام النغبة من الطوب 5 في أوروبا يعني أفضل الحكام على مستوى الطوب 5 في أوروبا وبالتالي كان طبعا رد اتحاد الكورة إن الفترة جايها بقى صعب جدا لأن هما بيقولوا اتحاد الكورة بقاني الاتحاد الكورة بيقولوا أن هما فعلا بعتوا ولكن كان فيه اعتذارات من طبعا كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الحكام مشغولين طبعا المسابقة مستمرة هناك وفي الجولات الأخيرة وكان فيه اعتذار طبعا نادي الأهلي رد وآهلي فارس إن طب هذا الرد هل هو نهائي أو مؤقت ده جزء مهم جدا وطبعا زي ما احنا عارفين فيه ماتشين اللي جايين ماتش إن شاء الله ماتش بكرة أمام طلاع الجيش وماتش إن شاء الله يوم السبت أمام سيراميكا سيكون فيه حكام مصريين ولكن ما زال نادي الأهلي ومجلس إدارته مصممين أن طبعا بعد الماتشين دول يكون حكام أجانب من حكام النغبة عايز أخد رأيك في رد اتحاد القرى أولا أن ما فيش حد فاضي من الدوريات الخامسة الكبرى وانت شايف إيه يعني بعض الناس بتقول لك هما الحكام الأجانب يعني يعني بعض الناس بتقول لأ لازم يبقى الحكام المصري مجلس إدارة شايف وإحنا شايفين أن المباراة اللي جاية مباراة حساسة جدا وطلب حكام أجانب إحنا عايزين الفير عايزين العدالة وبالتالي إن شاء الله المباراة اللي جايين حكام مصريين ولكن إن شاء الله من المباراة اللي بعد كده هتكون حكام أجانب من حكام النغبة أعتقل ده كابتن هيني واضح إن النادي الأهلي عنده حرص شديد على المطالبة بحقوقه في الجزئية دي لأن النادي الأهلي عانى من التحكيم كثيرا وأنا هنا برجع لحتة مهمة جدا أعتقد محتاجين نقف عندها إن كتير جدا طبعا معانا على الشاشة بيان النادي الأهلي اللي بيوضح فيه فكرة رد اتحاد الكرة وفكرة الدوريات الخامسة الكبرى وضيق الوقت وأنا هنقف عنده وطيتين مهمين الأول ليه النادي الأهلي يا جماعة بيقول الدوريات الخامسة الكبرى والنقطة التانية اللي محتاجين نقف عندها فكرة إن النادي الأهلي تعرض في مباريات كثيرة لأخطاء تحكيمية كلفته نقاط مهمة قلنا في مباراة أنت كابتن عندنا مباراتين فقدنا فيهم نقاط المباراة الخاصة بفيوتشر ركل الجزاء لأكرم توفيق لا تحتسب وعندنا أيضا في مبارات المصري أكتر من حالة وقفنا عندها سواء ركل الجزاء للنادي الأهلي أو سواء طرده مستحق لمدافع المصري اللي ما اضطرتش والعبات كثير وقفنا عندها بس حاجتين مهمين قوي لازم تركز معايا فيهم الحاجة الأولى إن النادي الأهلي اللي طالما اتهم من البعض بأن بطولاته كان شبهة بعض الأخطاء التحكيمية ودايما كنا بنرد ده بالدليل هو النادي اللي طلع بيان طالب فيه من زمان أول نادي يطالب بتطبيق تقنية الفار في مصر ده رقم واحد رقم اتنين هو النادي اللي بيطالب باستخدام حكام أجانب لمباراته إذن النادي الأهلي بالتبعية هو أكتر نادي بيعاني من أخطاء تحكيمية ولكن لما تيجي تسألني وتقول ليه الدوريات الخامسة الكبرى هقولك ليه لأن انت في البداية عايز تضمن إن أنا لما روح أجيب حكم ما وصلش للنتيجة النهائية والإند ريزولت اللي وصلني لها اتحاد الكرة بص الحكم اللي انت جبته مستوى عامل إزاي بص شفت التحكيم الأجنبي مستوى قريب من التحكيم المصري ودي مغلطة كبيرة جدا لأن احنا زي ما قلنا وكابتن هاني حتى ألف الحلقة اللي فاتت احنا ما عندناش حكم موجود في كاس العالم حكم ساحة ما عندناش حكام كانت بتدير مباريات في بطولات كبيرة في الفترة اللي فاتت إذن ما تخدعنيش بالفكرة دي طيب تعالوا نشوف تجاربنا السابقة مع اتحاد الكرة أو الاتحادات المختلفة فيما يخص نوعية رضيئة من الحكام في أوروبا لو استعرضنا مثلا الحكم الكرواتي إيفان بيبك ده أدار في مباراتين شهرتين للأهلي لو استعرضنا المباراة الأولى الأهلي وبيرامدز اللي اخسرها النادي الأهلي بالمناسبة 1-0 لو معنا الصورة كان فيه ضرب الجزاء غير محتسبة للنادي الأهلي من لمسة يد على مدافع بيرامدز الصورة قدامنا كانت واضحة جدا ولمسة اليد واضحة دي لم تحتسب والنادي الأهلي بالمناسبة خسر المباراة دي 1-0 نفس الحكم الكرواتي إيفان بيبك اللي جالنا تاني وكان موجود في المباراة اللي مع رينيه فيلر وهي المباراة اللي اخسرها من الزمالك 3-1 وكانت مباراة استثنائية في ظل الأداء اللي كان بيقدمه فيلر كان فيه ضرب الجزاء غير محتسبة لواليد سليمان أهي لم تحتسب اللعب مفيش أي كرة اللعب بتدخل تماما على جسم واليد سليمان وأيضا على فكرة فيه لقطة مش معانا ولكن مهم جدا نذكركم بيها طرد صحيح للعب الزمالك برضو ما كان فيه طرد صحيح ما اتطبقش وفرق معانا جدا في المباراة لأسامة فيصل اللي سجل بالمناسبة لهدف التالي حجم زي إيفان بيبك ده تاريخه يا جماعة في أوروبا متواضع جدا الراجل من 2016 تقريبا لا يدير أي مباراة في دور الأبطال محكمش في كاس العالم وهي دي نوعية الحكام الأجانب اللي بيقولك هي موجودة وعشان كده لازم تقف عند جملة الدوريات الخامسة الكبرى أيضا عندنا السربي جروجيتش في مباراة برامدز اتنين واحد ضرب الجزاء لصالح النادي الأهلي لم تحتسب كان علي جبر تدخل على رجل أحمد الشيخ قدامنا يا كابتن هاني اللقطة أحمد الشيخ علي جبر بيدوس على رجله وخسرنا المباراة دي اتنين واحد أيضا كلمة تجربة مع حكم كرواتي أيضا سابق وهو بافل في 2017 مباراة السوبر والغريبة كابتن هاني ان الحكم ده وقفوه بعد المباراة عرضوا عليه لعبة عبدالله السعيدي اللي كانت في السوبر لصالح الاهلي وأعترف بنفسه ان هي كانت راكل الجزاء أعتقد احنا كده عرضنا اللقطات حتى لو ما فيش حكام بالنسبة للتوب فايف ليكز حكام النغبة في الدوريات الخمس الكبرى لكن وارد جدا تجيب حكم يعني فيه حكام دلوقتي من رومانيا بتحكم في الشامسجي في الأدوار الإقصائية في الدور قبل النهائي وبالتالي محتاجين حكم زي صمعة طيبة حكم مصنف بشكل أو بآخر هو مش معنى أي حكم أجنبي بحكم أجنبي خلاص وده مهم جدا ويعني انت أسردت كمان نقاط مهمة جدا جدا في هذا الملف ونتمنى دايما بنقول وخلي بالكو احنا ما فيش تجني على الحكم المصري احنا أكتر نازلنين ان ما عندجناش حكام مصريين في كاس العالم اللي جاي دي طبعا علامة استفاهم كبيرة خلي بالكو كمان التصفيات الأفريقية اللي فاتت المؤهل لكاس العالم الخمس مطشاط الكبيرة ما كانش فيها حكام مصريين دي كمان علامة استفاهم كبيرة عشر مباريات عشر مباريات زهابوا عودة زهابوا عودة وكمان مباريات ذوقيمة جبيرة جدا جدا فلازم كان يكون الحكم المصري ممثل في هذه المباريات وبالتالي دايما بنوقف و بنشجع و بنقول احنا مع الحكام المصريين لكن خلينا نتكلم بكل امانة الاصلاح لازم يكون قريب جدا عملية التحكيم اعتقد في مصر وصلت لدرجة انها لازم تكون لان ده يعني حلقة مهمة جدا جدا في قرط القدم يا جماعة بحنا بنتفرج برا سرعة الفر تبقى عاملة ازاي سرعة اتخاذ القرار ازاي اللي يقل بدنيا تبقى عاملة ازاي اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم عاملة ازاي كل دوت فيه ان شاء الله في الفترات الجاية لازم 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 التحكيم المصري نشوفه افضل من كده لان احنا عندنا عندنا حكام كويسين مش هنقول لا لكن التطوير كرة القدم فيها سرعة اداء فيها متغيرات كتيرة جدا بتشوف الدور الاسباني حتى الالتحامات فيه التحام على مستوى القوة البدنية يعدي مش فاول عندنا الحكام للأسف الصفارة تيت 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 على طول بتكسر رتم المباراة اكتر ما هو مجسور نتمنى طبعا التوفيق كمان كلنا امل ان شاء الله باذن الله كمان المباراة اللي جاية تكون الحكام اجانب على مستوى عالي مهم ده حكام اجانب على مستوى عالي لان النادي الاهلي لما قصد في بيانه الدوريات الخامسة الكبرى كان يحذر من مثل هذه النوعية من الحكام اللي تاريخهم غير موجود واللي سهل جدا يجي يغلط وماهوش خايف على تاريخه ولا اسمه وبعيد جدا عن قدارة المباراة الكبيرة وانت جايبه عشان تقول لي شفت المصري زيه زي الأجنبي على فكرة كابتن بالمناسبة وقتها الحكام دي لما جات كان مثلا كابتن ناسر عبرووف قال ده حكم فرز رابع كابتن احمد الشناوي قال دي حكام لا تصلح تجي تدير مباراة في مصر فانت ما تجيب ليش النوعية دي وترجع تقول لي ما الحكم من مصر أفضل وانا جيبت لك طلباتك وانا دفع كام مبالك كبيرة جدا خلي بالك دلوتي كمان الطائم بيجي بالفار قبل كده كنت بتجيب 80 ألف دولار للمباراة انت بتجيب الحكم الساحة وحكم الرابع وكمان الفار يمكن بيكونوا ثلاث حكام وبالتالي كمان ميزانية كبيرة على النادي ناية ولكن في ظل ان احنا حابين تكون خلي بالك التحكيم الأجنبي ساعات بيبقى مهم جدا جدا كمان الحكم المصري يشوف ده وأتمنى كمان ان الحكم اللي هيجي ممكن جدا يعمل دورة للحكام ناية في ظل انه موجود في مصر ممكن يوم أو يومين يعمل دورة تدريبية يعني نستغل لو حكم كبير على مستوى عالي جدا رئيس لجنة الحكام طلع قال فكرة انه يجي اللي بيقول رئيس لجنة الحكام يجي أجنبي ده بيتكلم في خيانة أو ده ما بيحبش بلده أو ما بيحبش تطوير تحكيم بلده عن تحرك متخالب التفكير بيكون ازاي وإحنا عندنا المدير الفني للتحاد الكرة كان أجنبي فاللي عايز خط تكابتن هاني وشوفنا تجارف الدولة العربية ناس جاد تطورت التحكيم وكان من فيه مصريين شارك مش عيب مش عيب مش عيب ان احنا نجيب حد من بره ويقعد ويحط استراتيجية كبيرة ويطورت مش عيب يعني فيه ناس سبقونا في الحتة دات مش عيب انك تجيب يعني تجيب حكام على مستوى عالي جدا يدوا دراسات ويعملوا تطوير للمدرب المصري ده شيء جيد وحيفيد حيفيد التحكيم المصري وبالتالي حيفيد الكرة المصرية بشكل كبير عايز أكلمك